بسم الله الرحمن الرحيم كانوا هم أشد منهم قوةً وأثارًا في الأرض صدق الله العظيم وصلى وسلم على رسوله الكريم معالي الأخت النبيلة الدكتورة هيفة النجار وزيرة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية معالي الأخ الكريم الذي سيجرفنا بعد قليل المهدي محمد بن سعيد وزيرة الثقافة والشباب والاتصال بالمملكة المغربية السفراء الأجلاء لأخوة الأكارم أعضاء لجنة التراث في العالم الإسلامي الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكأنما وضعوه في أيدينا أمانة ثم غادروا مطمئنين فعل الأجداد مع الأحفاد هذا التراث الموارب الأمجاد عكفوا عليه بمحبة وبدأب وبمعرفة وبإتقان كانوا يعلمون أن أعمارهم مهما استطالت فلن تصون ما بذلوه من أعمال صاهلة بالجمال والمهابة والإحترام وكانوا يعلمون أكثر أن الذي وضعوه في عين الزمان ثم مضوا إنما هو حكم على أيامهم وشاهد على أفعالهم كان الخلود همهم وكان الاستمرار حاديهم فلا أقل من أن نقلب صفحاتهم بهدوء وإكبار ولا أليق من أن نمحض عبقهم بعض الوفاء والإيثار والعالم الإسلامي من كل ذلك هو بمثابة قطب الرحى موقعه الجغرافي من قلب العالم يتيح له هذا الاستحقاق وأثره التاريخي في مسار الحضارات يؤهله لذلك فلا يبقى إلا العزم والإرادات الكبار وهنا تصعد الإيسسكو على درج المسئولية وروح مبادرة هو حقها وواجبها وموقعها والمأمول من جهودها ولذلك حين تبنت ابتكار الهدف الثامن عشر في سلم أهداف التنمية المستدامة وحين تولت الدفاع عنه لإحلال مقومات الثقافة محلة المنشود من فلك النشاط الإنساني المنتظم إنما كانت تنتظر بعين الوعي ومخيلة الإدراك لهذه الحمولة الحضارية التي يزخر بها العالم الإسلامي ولتلك الحاجة الإنسانية التي يعج بها العالم كل العالم من تلك النافذة نظرت الإيسسكو إلى خريطة تراث البشري عامة وإلى تراث العالم الإسلامي بعين الخصوص فهالها أن ترى احتفاء العالم بمواقع تراثه صونا وعرضا وتسجيلا بينما يقبع العالم الإسلامي في دير القائمة ما لا يزيد عن 17% من أغنى تراث وأهم تراث 17% فقط من مواقعها هو المسجل على قائمة التراث العالمي أي مفارقة وأي مخادعة وأي تقصير والأفضع من ذلك أن 67% من المواقع المهددة بالخطر هي من مواقع التراث في دول الأعضاء فالأكثر من ذلك داعيا ومهيبا بالإيسسكو للتقدم نحو المشهد تمد إليه يد المنقذ الحادب لا سيما أن الأخطار تتعدد وتتشعب وتتكاثر الحروب تتسع رقعتها والمناخ يفاقم من متاعبه والسلوك البشري يصم عن التعقل ويصوم عن الحذر وما أنجزته منظمتكم في مجابهة ذلك خير مغموط ولا مغمور فقد هيئت الإيسسكو بما اعتمدتهم مكتسبات تسجيل لأن تحضى عناصر من تراث العالم الإسلامي بالتسجيل مؤخراً على لائحة تراث العالمي بعد أن تمتعت بحضر التسجيل أولاً في قائمة الإيسسكو حتى وصلت إلى تسعة عشر بالمئة فاصلة أربعين وأكثر من ذلك فبنهاية العام عشرين خمسة وعشرين بماشية الله سيطل ألف عنصر من قائمة تسجيل بالإيسسكو ستتواصل مسيرة تدريب الشباب وتأهيلهم ستستمر حملات التوعية وتبني مبادرات حماية المواقع الأثرية ستضطرد خطة تحديث وتطبيق معطيات تكنولوجيا في صون المواقع وفي ذلك سنسعد بالتعاون مع كل من يحمل مبادرة قيمة أو فكرة حاذقة لا ننافس أحداً ولا نساول ناشطاً بل نحن نكمل أدوار الآخرين ونتمم مكارم أعمال العاملين فالإيسسكو هنا والهيئات العالمية المعنية بشأن التراث كلها نظير لجهود كلها وظهير لنشاط جميعها نتكامل معهم ولا نتقاطع نتضامن بهم ولا نتصارع لأن المقام مقام حماية وصون فما ظنكم بمن يحمي ويصون ثم تراث مادي وغني مادي تستفيض به بلادنا ولا تستفيد حمله الحادبون من أبنائها إلى صعيد التسجيل مقنن ولم يفلحوا إما لصعوبة الإجراءات أو لاستحالة الشروط أو لباهظة التكرفات أو لفادح الاتزامات هنا كان لابد للإيسسكو أن تنهض بتبعات التحدي خاطبة الدول الأعضاء أفصحت لهم عن أهمية الأمر وضرورة تقدم على شوطه فإن كان نجاح فبجهودهم يتم وبتجاوبهم يكتمل وليس أدل على ذلك مثالاً مما أنجزته الإيسسكو في حق المؤشرات عالمية المستوى فبتعاون وتنسيق وثيق مع وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية سيحتل مقياس الإيسسكو المؤشرات الثقافية موقعه الإجرائي المحقق للمبتغى من تحسين الدول الأعضاء مؤشراتها العالمية وفق معيير ممكنة من تأكيد جدوى العمل من خلال تلك المؤشرات هذا مثال مذجي شاخص تماثله نماذج أخرى في دول الأعضاء وهنا دعوني أومي بعين الاعتبار والتقدير إلى ما توليه المملكة المغربية من اعتداد بقيمة ترات وإدراك مغازي تسجيله كآلية حادقة في سوح صونه وحمايته وإنماء زواخره وكثير من دول الأعضاء تسير على هذا النهج هذه نماذج مثالية الصطوع نسوقها في معرض احتفائنا بكل ما تتقدم بمادراته دول الأعضاء على مسار النجاعة والصالح العام إن في الصدارة من كل ذلك أن نبدي وقفة تضامنية تاريخية نجابه بها ما يتعرض له تراثاً الخالد في فلسطين من آلة العسف والتدمير الوحشي على يد العدو الصهيوني وبخاصة ما طالته آلة الحقد الهمجي من تدمير ممنهج للمواقع التاريخية في غزة خلال الشهرين الماضيين وقد شهد العالم كله ذلك من الإجرام غير المسبوك في حق الحضارة الإنسانية فكل موقع أثري إنما هو في نهاية المطاف ملك لحضارة الإنسان التي يندى جبينها اليوم خجلاً من هذا السلوك العدواني الذي ينبغي ألا يفلت من حساب أو عقاب والإيسسكو تؤكد أنها ستقوم بواجبها بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في فلسطين للمساهمة في إعادة بناء وترميم ذلك التراث الإسلامي المدمر أهنئ الدول الأعضاء التي حصدت على تسجيل عناصر من تراثها في قائمة الإيسسكو وفقنا الله جميعاً لخدمة عالم الإسلامي ماضيه وحاضره ومستقبله وهل كل ذلك إلا المستقبل يجود به الماضي يصونه الحاضر ويتلقفه الغد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة